ارجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا هي عندنا موضوع عدد كبير جدا من المشاهدين حاولوا ان هما يتواصلوا معينا ويطلبوا مننا ان احنا نفتح الموضوع هو موضوع طبعا يعني كلنا ستتكلم فيه والجدل في كل مكان موضوع مشروع قانون الاحوال الشخصية المشروع ده اكيد مش بس بيمس كل اسرة وكل اب وام وكل ام لا طبعا ده بيمس المجتمع كله موضوع مش بسيط موضوع يستحق المناقشة وعشان كده شرفنا في الستوديو هنا الاستاذ ايمن محفوظ المحامي الكبير واحد رجال القانون اهلا بحضرتك اهلا بيجا فن اهلا بحضرتك ايه الاخبار الحمد لله الاول بس نبدأ عشان كان فيه سؤال رياضي لحضرتك متابعين حضرتك على المنش اه علقوا على موضوع كروي هو بعيد شوية الاحوال الشخصية بس هنرجع الاحوال الشخصية تاني اه في حضرتك تصريح عن قضية الكابتن مجدي عبدالغاني وهو طبعا احد رموز الكرة المصرية المعروف اه حضرتك توقعت له البراءة الاول وبعد كده حضرتك قلت شوية تصريحات عكس كده فممكن نفهم ايه الموضوع اه اولا احنا بشكر الدعوة الكريمة من برنامج اوقات على اتاحة الفرسلية اللي اكون ضيف مع مزيعة واعلامية قديرة زي حضرتك ونتكلم عن مجد عبدالغاني مجد عبدالغاني شخصية مصيرة للجدل في كل الاوقات ومش هننسى برضو ان هو حط الجون في كاس العالم ده شيء اساسي لازم نقوله لو قلنا سريط مجد عبدالغاني مجد عبدالغاني لانه شخصية مصيرة للجدل قبل من اتكلم عنه احنا بنؤكد على احترامنا لكل رموز الرياضة في مصر ومن فيهم كابتن مجد عبدالغاني وجون مجد عبدالغاني ده شيء مفروغ منه احنا انا توقعت البراءة في احد القضايا اللي كانت مرفوعة مجموعة من القضايا كانت مرفوعة من احد اقرباء الكابتن مجد عبدالغاني هي دعوة عدم تسليم مرأس واحنا دورنا ان احنا نوصل للمشاهد ثقافة والوعي القانوني فاخدنا هذه القضية كمثال وقلنا توقعت لان فيه اعيوب اجرائية في هذه القضية توقعت البراءة وهذا ما حدث وكان برضو الكابتن مجد مشكورا نزل على صفحيته الرسمية هذا التصريح لي وشكرني قطر الف خيره ثم بعد كده التصريحات المغيرة مفيش طبعا مبراءة مطلقة مفيش مبراءة على طول كان في قضية اخرى حجمة محكمة الاستئناف بايدانة الكابتن مجد عبدالغاني في احدى قضايا السب والقصف قضية مغيرة تماما وحكمت عليه بالغرامة وتم تأييد هذا الحكم بواسطة محكمة الاستئناف فانا قلت ان الملزم كابتن مجد عبدالغاني ان يدفع قيمة هذه الغرامة ولا سيتم التنفيذ عليه ويكون معرض للحبس وزفعش الغرامة فالتصريحين مهماش متلقدين دي كانت عضية توقعت فيها البراءة ودي قضية تانية تم تأييد فيها الحكم بالإدانة والبراءة والإدانة ما هيش يعني حكري على حد كابتن مجد عبدالغاني برضو يعني احنا انا كجيل التسعينات واما بعده واكيد كمان ما قبله بنكون له كل الاحترام والتقدير ولكن القانون فوق الجميع طبعا خلينا بقى ندخل في موضوع قانون أحوال الشخصية هو طبعا القانون لسه مقترح طيب حضرتك شايف يعني ايه أهم ملايمة حد تعديل اللي ممكن يكون محتاجها بجد يعني انا بحس المحامين المحامين من قبيل وجودهم في المحاكم واحتكاكهم بالقضايا وعبدالقضايا يعني هم أكتر ناس ممكن يقولولنا ايه النقاط اللي بجد محتاجة تعديل والله يا حضرتك أصبتي كبد الحقيقة ولخصت كل موضوع الحلقة في جملة واحدة أو في حرف واحد وأن رجال القانون هم أقدر الناس على سياغة تعديل قانون الأسرة احنا طالبنا في أكتر من مرة وفي أكتر من منبر إعلامي وقلنا أن قانون الأسرة الحالي هو القانون الوحيد في الكون الظالم للطرفين وإحنا محتاجين لنسف هذا القانون وإحنا محتاجين لقانون جديد يحل لمشاكل الأسرة المصرية إلا بالنسبة للقانون الأديم ولا للتعديلات؟ أنا بتكلم عن القانون الأديم آه 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 طبعا ده رأي حضرتك فأنا طالبنا بنسف هذا القانون الأديم وإن إحنا محتاجين لقانون جديد فظهرت لدينا بعض مشاريع القوانين سابقة لم يكتب لها أنها تظهر إلى النور لغاية ما فوجئنا بهذا التعديل إحنا قلنا القانون الأديم كان ظلم للطرفين هذه التعديلات الجديدة أو القانون الجديد هو بمثابة ضرب في مقتل للواقع وضرب في الواقع والمنطق في يعني بأقصى سهم مسلوم لأنه مش بقى حول الظلم للطرفين ده بقى يظلم المجتمع بل أفرد بعض الناس اللي ملهمش في النزاع وأقحمهم في النزاع الأسر اللي بين الرجل والسد أبرز الملامح بتقول إنه هو نظم العلاقة الزوجية من أولها لغاية آخرها بداية من الخطبة الرئيس حينما قال تجديد الخطاب الديني الناس فهمته غلط الخطبة لما نظمها أنا عارف إن الوقت دايق بس إحنا نحاول نوصل الرسالة بسرعة جدا طب إيه تفهم غلط هو بس الأول إحنا عندنا أول سؤال يعني أو أهم سؤال الستات شايفين القانون منحزن الرجالة أو تعديلات القانون منحزن الرجالة والرجالة شايفينها منحزن الستات أقول لي حضرتك القانون القديم كان صالم الطرفين القانون القديم يعني قتل المنطق وقتل العقلانية وضرب بالواقع عرض الحال يا ريت لو حضرتك تقول لي نقط م Legere حضرتك بداية من الخطبة نظم تنظيم الخطبة نظمت تنظيم الخطبة وفيما لا يرد له به نص فمذهب أبي حنيفة مع أنه مذهب عظيم وجميل وكويس وكل حاجة اللي أنه هو ده النص القديم مفيش تجديد ثم بعد كده سن الزواج وكمان أقحم أن الزوجة تطلب من القاضي أنه هو يزوج الفتاة التي تم سنها 18 سنة وإضافة خطيرة جدا أنه هو يجوز أن أي حد في الأسرة يرى أن زواج ابنته أو قريبته بأي شكل أنه هو يقدم طلب للقاضي أن يفسخ هذا الزواج أنا البند ده أنا مش قادر أتخيله ده ده ما يقول لها حقيقي قتل المند لا ده مش قادر أتخيلها خالص ومتصورة أنه ممكن يكون يعني بند مثلا يعني موضوع استحالة يكون محطوط القانون هنصلح ده قانون قانون اللي حطه دايما إحنا بنقول العدالة عمياء لكن هذا القانون القوانين المعيبة بتكون عورة بتنظر إلى طرف وتطرق طرف آخر لكن إحنا نسعنسينا أن مهمة القانون هو حماية الطرف الأضعف وهنا ما فيش طرف أضعف فيه طرف له حق وطرف علي حق أنا يا رب أكون فاهمة صحة يعني أنا فاهمة أنه الست في هذا القانون أو الفتاة ما تعرفش جاوز مفسها والفتاة ما تعرفش تستمر في جوازتها خلينا نقولها كده بالعلمية إلا إذا كان كل الزكور في العيلة موافقين لمدة سنة ما إحنا بقى إيه دا عدنا مرحلة دا عدنا مرحلة ظلم للطرفين وأقهم لناس تانية غريبة مش غريبة عن المزاع وقلنا لهم تدخلوا في حياة الزوجين تعرف يعني إيه فسخ يعني إعادة الحالة إلى ما كانت عليه إعادة العقد والمتعاقدين إلى الحالة كانت عليهم طب فريدي كان فيه أطفال فريدي عزايا فريدي عزايا إحنا بنفتح صورة من صور بقى لابتزاز وفرد إنه هي المرأة هي المرأة ما هياش قادرة تحمي نفسها المرأة دي وزيرة المرأة دي متكتبولة إيه أفقدها الولاية يعني أبن دنود وأنا بقراها مفيش ولاية تمن على نفسها يعني وعلى ولادها يعني عشان تطلع ورقة أو شهادة ميلاد لبنها مثلا وجوزها مسافر تجيب أبو أو تجيب يعني ده أنا فهمة صح أنا قلت كل ده أنا شو تخيلها يعني والولاية كمان والولاية والولاية ليه على الطفل أصبحت هي للأب وثم إني يعني الأب لو كان متعسف ما بيحبهش إذا كان الأب متجاوس في حق الزوجة أو هربان زي ما بنشوف في المحاكل إنته أكتر ناس بتشوفه بنشوف طبعا إحنا أولا قبل ما تعدلوا القوانين يلي بيتشرعوا القوانين لازم تسألوا أولا الناس اللي عايشة وبتعايشة في الواقع القانوني وأهل المحامين يعني المحامين بشوفه سلبيات أنا بحسة المحامي بيشوف سلبيات كل قانون في وقت طويل جدا بأنواع مختلفة وبأشكال مختلفة يعني إحنا متعايشين إحنا شايفين أنا ممكن أكون محامل الزوج ممكن أكون محامل الزوجة قبل ما يفكروا في تشريع وقانون جديد يشوفوا البيئة اللي بيعيش فيها النزاع الأسري إيه يا بيئة المحاكم أنا عايزكم بس تروحوا بس مشوار لغاية محكمة البساتين والمعادي وتشوفوا الوضع شكله إيه أو محكمة زنانيري أو محكمة الكتكات بيئة غير صالحة للحياة أصلا عضارة عن غرفة ديئة جدا القاضي يحكم إزاي مطالبين القاضي والمحامي إنه يقيم العد والبيئة أصلا غير صالحة لإقامة هذا العد إزاي القاضي يحكم إزاي في هذا الزخم وهذا الضحام الرهيب الست الغلبانة معنا بقى دي عايزة أخذ حراك فيها إحنا كنا متوقعين نمرة واحد من القانون الجديد أو الناس كانت متوقع إنه يعدل الإجراءات ويسهل الإجراءات توفير للوقت وللمجمود وللنفقة وللست الغلبانة اللي هي غالبا في مصر بعد الطلاق بتشيل الليلة كلها يعني بتصرف وبتشتغل وا 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 وتثيب ده كله وتروح توقف في المحكمة عشان تثبت دخل جوزها ما هذه الصورة اللي أنتو بتصدروها إن الستات هم بالطرف الأضعف لا 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 في بعض الحالات الزب يكون هو بالطرف الأضعف لا طبعا أنا معدى أنا معدى على مبدأ أساسي ومبدأ المساواة مبدأ المواطنة مبدأ إن إحنا بنعمل قانون للمواطن المصري مش ذكر وأنسى دايما بيصدرنا في الإعلام وبيصدرنا في بعض التصريحات الصعفية لأغلب المجتمعات النسوية اللي هي ظهر على الساحة زي بعض الإعلاميات من غير ما نذكر هو بس أنا عندي تعليق يعني أنا نفسي استغردته إن أغلب الاعتراضات على مادة في القانون اللي بتتكلم عن الزوجة التانية وإعلام الزوجة الأولى والغرامة والحفظ اللي معترضين عليها سيدات يعني أنا جالي الاعتراضات تخيل إنه اللي معترض عليها سيدات هنقول ياريت حضرتك هنقول إحنا إحنا يعني أول حاجة لازم نفكر إن ما فيش طرف ما فيش الأنسى ما هيش دايما للطرف الضعيف ولا الرجل هو الطرف الضعيف في تصدير فكرة إن المرأة وحماية المرأة بقوانين يعني متى حدث التلاق فهي ستتل شايل الليلة تعليم عيال بقى ولبس والدوم في الأغلبين نقول في أغلب الأوقات لأنه تلت المصريات على فكرة تلت الأسر المصرية بيعولها ستت يا فندم أنت تسألي راجل متعايش في هذا الواقع وهذه الحياة كل يوم بشوف أنا بشوف إن في بعض الستات يعني يكيدوا لأزواجهم ويكونوا بياخدوا سلم التقادي وسيرة لابتزاز الزوج والأمثلة على هذا الكثير والعكس صحيح لكن إحنا عايزين نقول إن في مثلا مسألة الزواج بأخرى الزواج بأخرى حين إخفاء الزوج يعقب بالحبس مدة قد إيه بقى المفوت في المقترح سنة 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 يتحبس ما حاجة بضحب يعني إحنا كده بنفتح بقى يا إما باب خلفي للزنة يا إما باب خلفي آخر للزواج العرفي للزواج العرفي اللي مش هتددري تسبيتين مشاكله بقى بقى مشاكل الأطفال يعني الزواج العرفي ده ونخلق بقى وإطفال شوارع جيل جديد من أطفال الشوارع وجيل جديد من أطفال مشردين جيل آخر من السيدات المعيلات حبس إيه؟ هو الراجل بيحافظ على قرامة زوجته أو بيحافظ على مشاعرها وبيخفي عنها زواجه بأخرى معناها إيه؟ معناها إنه نعقب الحبس طب أنا هعليني إنتي متخيلة لما يعلينها ما ده الضرر النفس اللي ممكن يقع على بعض السيدات رقيقات المشاعر وما أكثر قلنا ممكن يحصل لها إيه؟ إحنا قلنا الزواج الثاني هو حلال ولكنه في مرتبة التحريم إذا كان لا يوجد سبب يعني يورره وإن الزوج هو الوحيد اللي الفايصل هو اللي يحكم على نفسه ولا يكون رقيب عليه ربي طب زوجة بقى وقفت عشر سنين مع جوزها وصحتها راحت وفلوسها راحت وأحلامها راحت وجي بعد كده اتجوز عليه هو القانون أنا عارفة إنه البحث في النقطة دي صعب عشان كده أنا دايما نقول الاقتراحات ناخدها من إيه؟ من المحامين اللي هما يعتبروا أهل الذكر في هذا الموضوع ممكن نقول إيه؟ يعني ممكن الستة دي نرجع لها أزاي؟ ممكن توعية مثلا تسقيف أو قانون والله أنا يعني ما فيش رجل أنا بكلمك وأنا في موضع إن أنا مش بدافع عن الرجالة أنا بتكلم بصفتي رجل الرجل دايما بيحب المرأة الأولى وفيه مثل بقولي دي ما تحلم طبعا معروف مهما حصل لكن بيروح لزوجة أخرى في أسباب أخرى أسباب بيولوجية أسباب اجتماعية بيكون محتاج لزوجة عصرية تكون معاه في اجتماعاته مش شرط بس إنه هو يكون بيكره الستة أو نكر جميلها يعني أنا مش عايز أبرر الزواج الثاني لأنه هو السبب الوحيد والحق إنه هو الرجل هو يتقرره ويكون رقيب عليه رب هو واضح إن القانون يحاول يديق ويخلي الموضوع فأذيئ الحدود ده في الزواج طب في الطلاق بقى يا فاندم يعني إحنا دلوقتي مازلنا الطلاق الشفوي شجعان معين عادي جداً عشان بس ما حدش يقولي إن الستةس مش مظلومة يعني هي اللي طرف تجاوز نفسها وممكن تقعد سنة أي واحد مزاجه جيله من العيل أنه هو يفرق بينهم يفرق بينهم وتيجي بقى لقدر الله لو بالفعل هي بتطلب الفرقة ويحصل الطلاق ساعاتها بس بتبقى يعني بنرجع للزوج فقط لغير وبيبقى الأسرة يعني كل حاجة تخص الأسرة أو مصير الأسرة بيبقى متوقف على كلمة هيقولها الزوج في وقت غضب بقى في وقت بتاع الطلاق الشفوي الطلاق الشفوي إحنا قتلنا بحث وعملنا أكتر من احنا كنا متخيلين بأن دي مناقشات عشان القانون الطلاق الشفوي الطلاق الشفوي لا يقع في القانون وإذا كان فيه حسنة فإذا يعني لهذا القانون فين الطلاق الشفوي لا يقع لابد من توصيل وإحنا مستندين في القانون وده ما يؤكده أحكام قضاءنا العادي إحنا بدأت نتكلم في حاجات فيه أخطر بقى من كده أنا عندي سؤال إحنا مستندين في التشريع لمذهب الإمام أبو حنيفة فيما لم يرد فيه نصف عشان كده إحنا معينا هنتكلم بقى في الشريعة معينا فضيلة الشيخ أشرف عبد الجواد من علماء الأوقاف أهلا بحضرتك فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بحضرتك مرحبا بتنورنا دايما ويعني بنبقى سعداء جدا طبعا موضوع القانون الأحوال الشخصية ده عمره ما حد هيعرف يعمله لوحده لقانوني لوحده ولا اقتصادي لوحده ولا عالم اجتماع لوحده ولا تشريعي لوحده هو لازم عايز حوار مجتمعي وأعتقد أن ده اللي بيحصل حاليا وأعتقد أنه يعني وضعي سعداء بهذا الحوار المجتمعي لكن تعليق حضرتك على بعض البنود اللي تخص الطلاق وتخص الولاية والقانون اللي بيغرر الزوج أو بيزجن الزوج اللي بيجوز بأخرى رغم تحفظي على الجوازة الثانية طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معلش عفوا الزواج الثاني حق من الحقوق التي كفرتها الشريعة الإسلامية للزوج لكن الشريعة الإسلامية وضعت شرط العدل أساس للزواج الثاني لكن نقطة أن الزوج يلتزم باستئذان الزوجة الأولى في الزواج هذا ليس شرعا أبدا بعي مذهب من المذهب الأربعة خالص لا 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 خالص لم يثبت لم يثبت من فعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل صحابة الكرام أن حد منهم راح استأذن زوجته عشان يتجوز الزوجة الثانية بل بالعكس بل بالعكس ده ده احنا عندنا حديث في صحيح مسلم لا تطلب المرأة طلاق ضرتها لتفرغ ما في صحفتها في صحفتها يعني ليس من حق الزوجة الأولى إذا علمت بأن الزوجة تزوج من زوجة ثانية ليس من حقها أن تجبر زوجها على أن يطلق الثانية إذن هو حق مشروع لي يا فندم دلوقتي أنا عندي سؤال شارعي أنا بجد بحد شارعي في جوابني عليه هو أنا ينفع الأئمة الأربعة أخذ من مذهب الأيصر للرجالة والمذهب الأيصر للمرأة أو للسيدة بحيث أن الدنيا تستقر ولا أنا لازم أخذ مذهب على بعضه يعني لو هقنن أخذ كل قوانين من مذهب الإمام الفاضل أبو حنيفة أو أخذ من الشافعية أو ينفع أشوف الأيصر بحيث أن الدنيا تستقر ده عن منبع تشريع نفسه والله يا فندم هم عندنا في القوانين براعو النقطة دي وهم فعلا واخدين مذهب سيدنا الإمام أبي حنيفة برضو لأنه هو أيصر المذاهب في هذه الأمور في مسألة الزواج والطلاق هو أيصر المذاهب عشان كده معظم قوانين الأحوال الشخصية عندنا مأخوذة من مذهب شدنا الإمام أبي حنيفة واخد بال حضرتك لكن وبعدين عفوا إذا كان من حق الزوج إذا كان من حق الزوج أدى نفس عليه القرآن إذا كان من حق الزوج تأدي بالزوجة حال نشوزها أو نفورها بدليل قول الله عز وجل والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا كذلك إذا كانت القوامة من حق الرجل ما نسرحهم بالمعروف يعني إحنا ليه دايما نروح للنقطة بتاعة العمف ما نسرحهم بالمعروف نعم وعاشرهن بالمعروف ولذلك حديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يفرك مؤمن مؤمنة يعني كلمة لا يفرك يعني لا يكره إن رضي إن كرها منها خلقا رضي منها الآخر لإن ما فيش حد فينا كامل كلنا لينا أخطأنا وكلنا لينا عيوبنا وكلنا لينا يبقى الاحترام المتبادل فضلت الشيخ ده أهم حاجة إحنا معاينا هنا في الاستوديو سيادة المستشار المحامي أستاذ آيمن محفوظ عنده بعض يعني النقطة اللي واخدها على بعض الفقرات في القانون وشايف إنه هو ممكن يكون مكحف أحيانا للرجل وأحيانا للأنثة وإنه المفروض يبقى يعني عادل بالنسبة للطرفين هو مع حضرتك هو حضرك لو تحب تناقش فضلت الشيخ في حاجات يعني بيدعن هم واخدينها من الشرع والله فضلت الشيخ إحنا بنشكرك على المدخلة الكريمة وإنت حضرك لخصت فعلا من الكلام اللي أنا بقوله إنه إنه في بعض العوار في هذا القانون إحنا بنشكرك جدا وألف شكر للحضرتك كل شكر لحضرتك فضلت الشيخ وحضرتك دايما بتفيدنا بقراءك فضلت الشيخ أشرف عبدالجوان من علماء الأوقاف نرجع لحضرتك أخطر حاجة أخطر شيء واللي هو أصاب الناس كلها أنا قلت لحضرتك القانون القديم كان ظلم للطرفين دلوقتي إحنا بقينا القانون الجديد وتعدلاته بقت ظلمة للمجتمع كله وأقحم بعض الناس الغريبة عن النزاع ودخلهم كمان في النزاع أخطر شيء وده اللي عايزين له حلقة كاملة هو مشكلة ترتيب الحضانة والاستضافة في عيوب وعوار كبير في هذه التعديلات أنا برفضها جملة وتفصيلا لكن أنا بتتكلم عن الاستضافة تخيلي كلنا كنا بنأمل في الاستضافة معنى الاستضافة إن أنا أستضيف ابني يعيش معايا يوم نشفهم النقطة دي مش مفهومة شوية ياريت حضرتك يعني في عجالة كده يعني تشرحها للسادة المشاهدين ببساطة شديدة إن أجاز إن جميع أطراف اللي هم ممكن يكون الجد والجدة إن هم كلهم يتضمنوا في دعوة واحدة وإن هم يكون لهم حق الرؤية ده ما كانش موجود في حالة التلاق لكن كلهم مجتمعين كده بقى احنا بنحول المحاكم إن كل الناس اللي عايز يشوفوا الولد من الأرائب أو الجد أو الجدات كلهم يخشوا في هذا النزاع وتبقى المحكمة ملسنة وتزيد ويؤثر على نفسية الولد وتزيد لعمصة الطفل طبعا ده في كارثة أكبر بيقول إن اللي يمكن يجوز الاستضعفة فرحنا جدا وقلنا يا سلام ابني هيبات في حضلي يوم يوم أنا بأحلم بيوم ابني بات فيه لكن أولا حط بعض المحاذير إن الطفل لازم يكون عدى سن الخمس سنين يعني أنا استنى أبني كده عشان يبات في ليلة معايا بخمس سنين اللي هي من تمانية صباحا أظن لازم الأول الطفل الأول الطفل يكون تم التمان سنين ثم بقى الاستضافة تكون من الساعة تمانية صباحا إلى غاية عشرة مساء تخيالي بقى لو الأب في مدينة أخرى محد يحسب حسابات غير حساباته هو لو الأب في مدينة أخرى وهيسافر عشان يشوف الطفل من تمانية الصبح وتخيالي بقى لما يكون مثلا من القرية للقاهرة مثلا وأغلب الناس والنزاعات ما بين المحافظات والقاهرة والمراكز تخيالي الازدحام من تمانية الصبح لغاية الساعة عشرة بالليل مطالب أن أروح أجيب الولد وأجري بسرعة أعقد معاه في البيت وأجري بسرعة عشان أوديه ولو ما ورجعتش الولد لأي سبب مهما كان أعقب بالحبس ما في حين أن الزوجة الزوجة ما علهاش أي عقوبة غير عقوبة تفهم ما هو دا ستؤال لو زوجة لم تنتسل لتنفيذ حكم الرؤية في القانون الجديد قال إيه بقى؟ الجواز تخيالي كلمة الجواز جواز يعني إذن أعطى للقادي فرصة أنه هو يحكم أو ما يحكمش الحكم بغرامة أو أنه هو ينزرها أو أنه هو ينقل الحضانة اللي أمها التالية له هي أمها عادة معاها أو أمها أمها هي وهي شيء واحد طبعا دا شيء يعني خطير جديد أنا لو طول شوية الولد عند ولده ولا بتاع ممكن دا أنا بقى هقول لحضيتك المفاجأة بقى المفاجأة إن أنا مش هرجع الطفل أيوة هي النقطة دي أنا مش هرجع الطفل والقانون هيقف عاجز إنه هو أنا بتكلمك على القب والقانون هيقف عاجز إنه هو مش هيحكمني وكمان الأم برضو مش هتواجد الولد للرؤية دا هتفل جديد ما هتفل جديد أيوة الأسادزة المحامين الأسادزة المحامين قعدوا وعملوا حلول كتير قوي كتير قوي إنه هو يقدر إنه يقول إن الولد أنا مش قادر أوديه لأسباب والاعتصارات ونفتح باب لأ الاعتصارات ونقول في حكايات أم الأب يعيني الأم يعيني والأب لأ لا الأب يعيني والأم ثم بقى يعني الكارثة الكبرى اللي كان يعني نتج عن الإبداع العالمي هو فكرة الرقمنة كمان في الأحوال الشخصية الرقمنة جميل أوي لكن في السلع أشتري مبايل أشتري بدلة أشتري درفاطة ما هيفنم تحديد الدخل هو عشان أعرف لأ أنا أكلمك على الصدافة لا وفيه كمان الرقمنة في تحديد الدخل دي حلوة دي كوي الرقمنة إننا ممكن أشوف ابني عن طريق الصدافة الإلكترونية على الفيس على الواطس يا سلام طب أنا يعني أثبتها إزاي إن أنا ما شفتش إلا وهي تثبت إزاي إن هي ورّت الولد هنعمل بقى سكرين شوت لحياتنا وخصياتنا وهل الولد ممكن يقبل ولا ما يقبلش ممكن يكون حلّة مثلا لحد في الخارج ما ينفعش الرقمنة على غير على السلعة لكن على البشر وعالناس وعلى الأطفال ده شيء خطير جدا المشاعر الإنسانية والمحبة ما بتكونش ما أنا ماقول لحضرية فيه ناس سفرة في الخارج ونفسها تشوف أولادها أو بتشوف أهلها بيشوفوهم على الفيس بيشوفوهم على الواطس بيشوفوهم على كل ومواقع التواصل الاجتماعي رؤية العين لكن الاحتضان عايز أحضر أبني عايز أكلم أبني عايز أحس بابني جنبي هل ده معقول ولو بقى الكرسى الأكبر من ذلك أن الزوج لما يقدر أنه هو ما يرجعش الطفل نحبسه هو موضوع الحبس ده لو جاوز نحبسه لو ما رجعش نحبسه رغم أن احنا بندور فعلا على الحقوق والقانون أكيد يعني بيحاول يحل بس احنا دلوقتي مدناش للستة حاجة حاجة جديدة وما سهلنا لهاش إجراءات وفي نفس الوقت عمالين بنحبس هو احنا لما نحبس الزوج في محكمة الأسرة ده أنا هقول لي حضرتك كوارث كوارث إن احنا لما نحبس الزوج في محكمة الأسرة وهي البيئة المفروض إن هي بتحل مشاكل بتحل مشاكل معناها إن احنا عمحط قفاص وحرس عشان المتهم اللي في محكمة الأسرة يتحبس أنا عايش أنا عايزة أشوف ابني ممكن أنحط في القفص عشان خطر ما أخرت شوية وابني يشوفني في القفص مهما كان مركزي ومهما كان شكلي وهنحول محكمة الجنح محكمة الأسرة أظن تم تحويل موضوع القضايا القائمة كارثة من كوارث الزمن هي القراءة يبقى في المدة يعني أنا كنت بعملها جنحة أظن الأول كانت وبعد كده دلوقتي هتبقى قضية طويلة سانة برضو زي الخلع كده أولاً أولاً هتبقى هي مدة التقاضي لما نتكلم في الحلول هنتكلم في بعدين بس أنا بتكلم على إن كنت أنا برفع جنحة مباشرة أو جنحة غير مباشرة ضد الزوج بينظرها قاضي الجنح اللي فيه حرص فيه كلبشات فيه أفص فبتمثل رضع اللي بتمثل إن أنا على طول ممكن أروح إن الراجل يروح ما دفعش قيمة الأيمة أو ما رضش الأيمة الراجل هيروح السجن على طول عارف الطريقة دي لكن لما أنا حول ما محكمة الأسرة لمحكمة جنح وفيها أفص وحرص ومناء شرطة وزباط طفل إيه اللي هيخش يشوفه الدنيا دي تعرف إن حضرتها جلنا تعليق بالزبط يعني من حد يعني عنده ظروف مشابهة حل الطلاق يعني بيقول لك أنا هطلع من جير فرش وغطف يعني سيدة بتقول لك أنا حتى الأيمة بتاعتي أنا هطلع من الجوازة دي من جير فرش وغطف بناء على هذا القانون المشكلة بقى الحاجة الوحيدة الورقة ورقة الضغط الأساسية في دي الزوجة اللي هي بتحبس فيها الزوجة عشان ترد تقد حاجتها ترد حاجتها اللي هي حاجتها فرش وغطف هنحولها لمحكمة الأسرة وقاضي الأسرة ممكن يحكم بقى دي كارثة أخرى ما كانش يحكم بالحبس مباشرة هيحكم بإلزامه مضطرة الزوجة بقى تجيب محامي بعد ما ترفع القضية وتاخد حكمه الحكمي ومستأنف وداخد وقت طويل جدا الأستاذة تاخد بعد كده الحكم وتنفس به وتعمل إجراءات الحجز وإجراءات طويلة ومكلفة ومعقدة كوارث كوارث واللي احنا نحول بحكمة الأسرة انها تحبس الناس احنا شايف ان هذا القانون هو قانون أعمى قانون بيمارس السلطة هي مازالت مسودة إلى الآن يعني هي واضح ان هي مطروحة اه هو لازل الرئيس يدخل لوقف هذا الهزل بهذا التعديل تهزل ده يودينا لمرحلة تانية خالص دمنا بقى أكون زوج وكل متطلباتي أنا عايز أدفع النفقة وعايز أشوف ابني والزوجة متعندة وشايف ان القانون مش في صف او العكس الزوجة شايف ان القانون مش في صفها لان الحل الوحيد هو في تبسيط الإجراءات لان الإجراءات طويلة وإحنا كمحامين بنلعب وانا بقولها كده وكل السادة المحامين زملائي واسد زيت سامعيني احنا بنلعب على التحايل على الإجراءات الطويلة ضغط النفسي على الست بيبقى من المجتمع ومن الإجراءات لا تكونيش السادة على الطرفين أنا سواء كنت مع الرجل أو مع الزوجة أنا بلعب على الضغط النفسي وتكلفة الطرف الآخر أكبر نفقات ممكنة في إطارة أمد التقادي ده دوري طب إيه رأيك في وسخة التأمين المقترحة للصالح الست وفيه ناس بتقولك عايزين واحدة لصالح الراجل كمان أعيز أسمع رأي من حضرتك والله أنا داخل مشروع جواز مفترض فيه أن أنت مفترض فيك وفيه حصن النية حصن النية لكن افتراض سوء النية من الأصل وإن اتفع على قسيمة زواج وإن قسيمة الزواج دية اللي هي واسقة التأمين على الزواج تكون دي بخمس تلاف ودي بعشر تلاف وتقول لا دية أنا عايزة زيف لنا الرجال عايزة على الخلق يعني فيه رجالة بعتن لنا أقولك طب خلاص على الخلق همنولنا وسيق التأمين لا أنا بقول لها شوف رد الرجال أنا عم نتكلم في نقطة اللي هي بداية الجواز ده وسيق التأمين في بداية الجواز يعني عم نتكلم في بدايته طب هنخش بقى مهاترات ده ما فيش مشروع طب جواز هيتم ده لا فيه زواج هيتم وهيبقى فيه مشكلة تحصل بين العلتين وتبقى كارسة نشوف بقى بيقول لك وثيق التأمين تصرف أو تعويض عن الزوجة اللي تزوجت عشرين سنة وزوجة طلقها هو الناس تايا تاكل طب الزوجة هي الناس عارفة تعيش تدفع نفقات طب نأمن إزاي يعني نأمن الزوجة إزاي يعني يعني لو عندك اقتراح غير الوسيقة عند حداك اقتراح إيه ما هو فعلا أولا المحامي مش دوره تشريع أيوة المحامي دوره يقول رأيه في القانون أيوة والمفترض أن السلطة التشريع هي البرلمان المصري أيوة اللي بقول أن كان عندنا أمل كبير أو ببرلمان عشرين وواحد وعشرين أيوة أنه هو يدينا بعض الحلول وبعض التعديلات أيوة ببعض مشاكلنا أنا شايف هذا القانون اللي رفضوا الجميع اللي شايفه بصورة زكورية بيقول لك ده قانون أنسوي واللي شايفينه بصورة أنسوية بيقول ده 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 قانون زكوري وهو في الآخر هو ظلم المجتمع كله وزي ما قلت لحضيك أقحى من ناس كتيرة أوي أوي سفندم استحال يكون كل البنود ظلمة يعني مفيش مثلا بند حضرتك موفق عليه لا خلص ولا واحد ولا أي حاجة يا فندم ده فيه كمان كوارث حطها زي ما هي زي ما هي زي تقدير النفقات تقدير النفقات ده بيحدده الشيخ الحارة أو أحد المؤمنين وإحنا قلنا أن هذا النظام عفع عليه الزمن وأصبح غير مناسب وفيه كمان حاجة تانية بيقوله لما يكون فيه شركة خاصة ممكن الشركة الخاصة وبعض الشركات الأخرى ممكن يبقى فيه مجاملة للزوم الزوج ممكن نحطره الأساسي أو المبلغ التأمين المؤمن عليه بكلام فاضي ففيه اسلوب للتحايل أنا يكفي بس القاضي يقدر قيمة المسك راجل ساكفي بلقى الدكرور زي واحد ساكن في المهندسين هو تقدير الدخل إبقى حسب طبيعة الزوج وطبيعة مهنته وطبيعة عمله يعني التقديرات دي تكون تقديرات مش زي ما احنا موجودين عليها دلوقت خلينا نقف عند النقطة دي ونخرج فاصل ونرجع تاني ونرجع نالكم مرة تانية أعزائي المشاهدين ومعينا الأستاذ أيمن محفوظ المستشار ورجل القانون المعروف أهلا بحضرتك يا فاندم أهلا فيه سؤال بقى ملح جدا بيقال إن فيه مسودات في دول عربية يمكن كانت أكثر تشددا تشريعيا يعني مننا زي السعودية وغيرها يعني خلاص وصلت لمرحلة إنه الطلاق لازم يبقى قدام القاضي هل الناس دي مستندة على حاجة شرعية أولا هم عاملينها والله أنا كنتش عايزة أتكلم في الموضوع دوت لكن للأسف انت جرتيني ليه أنا بأسة على مصر وعلى تشريعين مصر وعلى رجال القانون في مصر إن مصر طبعا صاحبة الخامة العظيمة وبلد الأظهر العظيم إن يكون فيه دولة وإن كانت إسلامية أو حتى عربية يعني تسبق مصر في التشريعات أنا سمعت طبعا ولكني شايف إن فيه بعض الرضع عن قانون اللي حضرت تقصليه في دولة حتى لو كان مشروع فهو مشروع زي ما سمعناه إنه قدام القاضي هتطلق وتقول البني أدمين دول هيعملوا إيه مراتك هتوعد فين وابنك هتوعد فين وهتصرف منين والتاعة خلاص طلق فلذلك أنا بسأل حضرتك بقى عن توقعاتك للتصديق على هذا القانون توقعات حضرتك إيه أعتقد إن ستدخل القادة السياسية لأن الرئيس الجمهورية هو رجل عظيم أب لكل المصريين لن يرضى أن يجور طرف على الآخر ولن يرضى بصرخات المصريين إن هي توصل لي وما يلبيش هذا النداء وسيكون مصير هذه التعديلات أو هذا القانون الجديد إلى زوال وبإذن الله سيدة الرئيس أنا كل ثقة فيك يا سيدة الرئيس إنك تتدخل بلجنة خاصة مكونة من نقابة المحامين كأساس والمؤسسة الدينية تساندها والقانونيين من التشريعيين في البرلمان المصري وتشكل ساعتك لجنة أنا عارف إن الأعباء كتير قوي على سيدة الرئيس بس إحنا أصبحنا في زمن إن الرئيس بيحل كل شيء إحنا محتاجين يا سيدة الرئيس إن مشروع قانون يكون من الناس البفروض إن هي عشان الاستقرار المجتمع طبعا طبعا أكيد الرئيس سمع صرخات في الوقت خلص إحنا بالناشة الرئيس طبعا صوت حضرتك هيوصل إن شاء الله ونتمنى إنه يعني نقابة المحامين كلها تتقدم بورقة يعني يكون فيها بنود إن شاء الله ميت بنت نأخذ منه يعني نأخذ ما نأخذ ونترك ما نترك والمؤسسة الدينية تقدم ورقة والثقافة تقدم ورقة والشؤون الاجتماعية بحيث إنه في الآخر الأسرة هي أساس المجتمع واستقرار المجتمع أكيد بيبدأ وبينزين من الأسرة بسيل حضرتك جدا أستاذ أيمن ويعني تتوعدنا بقى بحلقات قادمة يعني إن شاء الله فرصة سعيدة جدا ومشكرين نواتونا عزائي المشاهدين وانتظرونا في حلقة قادمة مع بن نامج أو آت مع شايمة أعمال اشتركوا في القناة